بعد شوية في لوماج إكسبريس مع قراءة في أهم الأخبار العالمية مع ياسين الحافي يكون معنا كذلك عزيز قطاطة نحكيه على مايك تايزون اللي عاود يلبس القفزات بش يلعب مقابلة استعرضية لكن المرة هذي يلعب ضد الانفليونسورت نحكيه بكثر تفاصيل على الموضوع ذي في لوماج سبوك بل هذي نحكيه ثقافة وعلوم مع زين بالبسط لوماج كيف شير نبدأ بالعلوم كما كنت تقول واليد نحكيه على أربعة لامذا توينسا فيزوا بأربعة ميداليات ثلاثة ذهبية ووحدة فضية في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع المنتظم في العصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين عشر واربعتاش نوفمبر الحالي وفق إفادة مونيا الدغموري بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات في تصريح لوكيلة تونس إفريقيا للأنباء نعطيه أسمي لتليمذة اللي فيزوا هما أوس الظاهري تلميذ بالسنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمونسير أسامة سويسي تلميذ بالسنة الرابعة رياضيات بمعهد المنزه الثامن من ولاية أريانا محمد كريم بوعليك تلميذ بالسنة الأولى ثانوي بالمعهد النموذجي بي بن زرطة ظمر يتحصلوا على الميداليات الذهبية وتحصل أيوب عبدولي عليه ميدالية فضية وتونس كانت من بين الدول الأوائل خلال الأولمبياد هذا اللي يفزت بجائزة أفضل أداء وفق ذات المصدر طبعا نعطيه فكرة على أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لسنة 2024 كما قلنا اللي تمت إقامته في قطر وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة من النهار لحد 10 نوفمبر وحتى اليوم الخميس 14 نوفمبر في الأولمبياد أولمبياد الرياضيات العربي الرابع يشارك طلاب من مختلف البلدين العربية حيث يتوقع أن يتمكن المشاركون من اختبار مهاراتهم في حل المشاكل الرياضية المعقدة مش نحلق على الخبار هذه بعد ما نعطيه نتيجة المباراة الآن المنتخب التونسي متقدم في الدقيقة الثالثة بعد الوقت الأصلي هدف ليه علي العابدي هدف كان بمجهود كبير من العيوني اللي تخل في الميتون كان هرب على الجهة اليمنى لهجوم المنتخب التونسي ثم وزع كورة وعلي العابدي بارتماء رأسية سجل الهدف في شبك فارغة ثلاثة اثنين للمنتخب التونسي ضد مدى غشقر في بريتوريا ما زالوا تقريبا قداش باشير ثلاثة دقائق دقيقتين ما زالوا علموا أن المنتخب التونسي تعرض لعقوبة الورقة الحمرة كان خرج منذ دقيقة تسعين بعد تدخل عنيف ضد واحد من لاعبي المنتخب الملقاشي دونك ثلاثة اثنين تونس ضد مدى غشقر اللعبة في بريتوريا تيران نوتر والماتش ما زالوا فيها أقل من دقيقتين سوفيان مونديال العلوم بالنسبة مونديال الرياضيات العربي وميداليات ذهبية وجوائز لأبنائنا أربعة تلامذات وانسة ما شاء الله عليهم وربي يوافقهم وهذا العالم في رياضيات وليه معناها حاجة مهمة ومهمة جدا اليوم في تكوين متاع التلامذة حاجة تفرح حاجة تفرح معناها المستوى دونك احنا ديما خايفين من نظام التربوي متاعنا انو الكفايات تكون ناقصة خاصة في اللغات والرياضيات الكفاءات في الكفاءات بالمقابل سوفيان ما يزيمش كون الشجرة اللي تحشي بالغاية لا استنيني عاط تحيات دونك شاي فرح ديما ميدالي الشجر مهم جدا مهم جدا الشاي فرح الثاني هو انو اصغيرات هادهم ما همشوا لكلهم من معاهد نموذجي مهم فما معاهد مع عادية وفيهم وفيهم ولدات بهين مهم المعناها لكن لكن شنو معناها زادة من جهة اخرى معناها احنا بهين اما مع العرب مهم المستوى الدول العربية ما ناش متأكدين انو مستوى خرق العدي مهم لو انو فما كوريين لو فما فما سينيين لو انو فما اه وقت هتكون وضع نجمو انو نشوفو مقياس اكثر جدية علما وانو سوفيين عدد التلامذة اللي عديه الباك في اختصاص الرياضيات من عام العام قاعد يمشي وينقص بالمقابل عندك في الاديب وفي اختصاصات اخرى قاعد يمشي وينقص وهذا يراه اه معناها اه يعكس رهبة وإلا وإلا تخوف وإلا حتى قطيعها ما بين عدد كبير يسر متلامذة متاعنا ومادة الرياضيات والسبب الاساسي هو طريق التدريس الرياضيات طريق التدريس الرياضيات وخلينا نقوله بكل صراحة زادة الشطط في اسعار الدروس الخصوصية معناها اه اللي معاش اللي معاش خالطين عليهم الولدين خلينا نقوله معناها الامور كما هي معناها ان الباك ولا يتاخد قداش عملت من ساعة اتوت هيدا 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 على غالب سي كمسا لأنه فما فما يخلط الترمينال بنقص كبير بالسنوات اللي قبل يلزم يعوضهم في الواحدة يورزمو اللي الباك خلافا ل اه بعض الامتحانات الوطنية الاخرى حافظ على بسميا حافظ على قيمته قيمته العلمية انه معناها نزلوا انه ينجحوا في الباك يستحقوا بش ينجحوا في الباك انه وتخلصنا ما كل 25% وما كل زاوية دادوكم بخلاف السيزيام اللي اللي عينك تعملوا عينك وتعملوه سنعطيه الولد عمره عشر اسنين قرار انه هو يعديسي زيام وما يعديش معناها حاجة متاعها اه فيهش منطق بالكل اه دونك بهي الميداليات هادهم الميداليات هادهم اللي هما نتاج المدرسة التونسية اه بهي اكثر لو انه نشوفوهم في اه منفسات دولية اللي فيها دول المعروفة ب اه معناها قوتها في مادة العلوم الصلبة كما المات والسيونس والفيزيك وغيرها اه معناها و والاهم الاهم توا او عندنا اه دي بي بيت عندنا و كبش خلوها معناها احجار كريمة مزالت مادة خام ايش بيش نعملو للاحاطة بهم لانو ممكن وعلم انو الوديدات الصغيرات هذوما اللي فايزوا بميداليات في اه مونديال او اولمبياد الولمبياد العربية للرياضيات اه ان شاء الله نشوفوهم في مراتب كما كان في يوم الايام عباس البحري والي هو الماتيماتيسيان التونسي اللي اه وصل الى مستويات عليا جداً انا برشا في المات في المات حتى الان حتى الان في الجامعة التونسية عندنا عندنا اه وهن كانوا ما يخدموا في الخافة ودولتو تفاصوا الالالبيين دي ما ما يعملوش شوشرى الواقع وربي لا تقولولي الرياضيات اللي نقرأو فيها لشنوها تصلح على خطر اليوم في التكنولوجيا في اله في الذكاء الاصطناعي في كل المجالات تصلح حتى مش كياس لا هو اولاً للذهن واللعقل معناه هو اللي بشي خليك من خلال إيجاد الحلول لمسألة معينة رياضية يخليك تدرب عقلك لكن اليوم حتى عمليا اليوم الذكاء الاصطناعي على شنو مبني تطبيقات يومية تطبيقات يومية معناها عندنا البادة الخامة عندنا في الجامعة يحتاجوا يلقيحاتها وعندنا إطار لنجموا يخدموا فيه شنو الناقص أنه عندنا شي مشروع لتبني لليد هذو كذا بش ما خليوهمش يخرجوا لبرة ما غيروا يخرجوا لبرة ما عشنا لقاوهم صعيب يسر بشنهم يعودوا يرجعوا تعالما أنه نعودون أكد أنه طريق التدريس الرياضيات في تونس هي سبب اللي يقصي جزء كبير وهام جدا من التلامذة منذ الصغر في طريقة استيعاب الرياضيات وطريقة تطوير معناها مهاراتهم فيها نختم بخبار من مصر قرار قضائي يمنع فيلم من العرف البارح صدر قرار لهو تقرير المفوضين اللي تسلموا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوة طالبوا بوقف وسحب ترخيص فيلم تحت عنوان الملحد اللي قالوا أنه مثير للجدل وتضمن توصية بإلغاء ترخيص العمل ومن عرضوا في كيف الدور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية يقول في تصريحات خاصة لعربية دوت نيت أنه الرقابة ليس لها علاقة بذلك التقرير إذ أنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن الفيلم اللي كما قلنا تحت عنواناته. الملحد كما يضيف أنه نتيجة تقرير المفاوضين لم تصل للرقابة ولم يتم اختارها بأي قرارات تخص صحب ترخيص الفيلم رغم أنه الدعوة المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل. يضيف أيضا أنه لابد من انتظار قرار المحكمة حتى يتم اتخاذ بقية الإجراءات الخاصة بترخيص العمل. المحامي مرتضى منصور اللي أقامل دعوة يكشف أنه تقرير هيئة المفاوضين انتهى لقبول الدعوة وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما لأنه الفيلم تضمن إساءة للدين الإسلامي. بالتعليق في كلمة سوفين. مرتضى منصور آآ شخصية بوليميك. مثيرة جدا للجدل. أما أما في النهاية هذا الكله إشهار دي هذا الفيلم لأنه آآ بشيمشي مليح في المنصات آآ آآ بزينه بفهموش. معناها في بعض الدول للأسف لكلها اللي آآ نسميوها في الفضاء العربي الإسلامي. اللي آآ اللي الفن راو محرج. ونجمي يقلق ونجمي يدز يهز ويفكك المنظومات الفكرية اللي نعتبروها نهائية. آآ لأنه الفن لأنه الفن إن آآ آآ إذا ما يخرش على المألوف. يولي آآ يولي معناها دكتيلو. شكرا لك آآ سوفيان شكرا زينب رجعين بعد الميثيو نحكيه على تايزون اللي بشعود يرجع يلبس القفزات نحكيه كذلك على حكم انجليزي خرجوا له آآ فيديوهات وهو قاعد آآ يستنشق في الكوكاين. يجي هذا أقل من 24 ساعة بعد ما كان هو حكم في مباراة في الأورو آآ ما بين فرنسا والبرتغال رجعين. موسيقى